تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذية للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير في إطار التجهيز للافتتاح الرسمي وقال رئيس الوزراء إنه كان هناك حرص شديد خلال الفترات الماضية على متابعة أدق التفاصيل خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية وتنظيم قاعة العرض للقطع الأسرية كما قام رئيس الوزراء بزيارة المتجر الكبير الذي يقع في نتاق المتحف والذي يعرض مستنسخات من القطع الأسرية المعروضة بداخل القاعات